لا شيء إلا الفزع والموت في إدلب الذين أصبحوا مقترنين بالهدن التي أعلنتها روسيا مراراً في المحافظة التي تلاقي ما تلاقيه من الحملة العسكرية التي يشنها النظام وموسكو منذ نيسان الماضي ويؤكد فريق الخوذ البيضاء التابع للدفاع المدني السوري أن النظام لم يلتزم بالهدنة التي أقرتها روسيا حيث قامت طائراته بقصف مناطق معرة النعمان وكفرزيتا والأطمانية والنقير ميدانياً تقول فصائل المعارضة أن الهدنة المعلنة جاءت كغطاء روسي للتقدم في المناطق التي خسرها النظام في وقت تصر المعارضة على التمسك بالمناطق التي تسيطر عليها في محاور الجبين وتلملح في حما وأحبط جميع محاولات النظام لشن هجمات مضادة هذه الهجمات تفضح بشكل أو بآخر الإصرار الروسي على استعادة تلك المناطق من قبضة المعارضة والتمدد في إدلب وحماء وهو ما يشكل امتعاضاً لتركيا التي تعتبر موسكو شركتها في سوتي ووصلت لدرجة إعلان وزير خارجيتها مولود شويش أغلو رفض أنقر زعم موسكو بالعجز عن التأثير عن نظام الأسد لوقف تلك الهجمات وهو ما ترجم على الأرض بإرسال رتل للقوات التركية باتجاه ريف إدلب بهدف دعم نقاط المراقبة التابعة لها في المنطقة وذلك بعدما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردغان بالرد على هجمات النظام السوري على نقاط المراقبة التركية هذا الضغط التركي الجديد بحسب المراقبين قد يعيد كفة التوازنات مرة أخرى في ضوء عدم إمكانية حسم وضع إدلب ريثما تتضح صورة التفاهمات الإقليمية والدولية حول قضايا الحل السياسي في سوريا لكن أنقرة والمعارضة السورية المسلحة حتى ذلك الوقت تدركان تماما أن روسيا والنظام سيستغلان أي فرصة للتقدم وهو ما يعني أن حمامات الدم ستستمر في ضوء هذا العالم الذي يصر حتى الآن على دعم نظام الأسد والأنظمة القمعية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر